هل تعلم؟ موضوعها هل تعلم ما للكلمة من تأثير وما أدرك ما الكلمة وتأثيراتها على النفس وعلى المجتمع في هذا اللقاء بطبيعة الحال نحن نستضيف الأستاذ الفاضي له هندج هنا وحرم منصور اختصاص وعي مرحبا بك مرحبا يا مرحبا بك ثم في التأثيث والإخراج معنا أخونا أي من اللي جاء مرحبا بالجميع في هذا يعني الموضوع وفي هذا اللقاء سنتناول تأثيرات الكلمة من حيث مفهومها ومن حيث قوتها ومن حيث أن في البدء كانت الكلمة ثم ربما نتعرض أيضا إلى عوامل قوة الكلمة وعوامل ضعف الكلمة بداية استاذتنا الفاضلة نحن نعلم أن الكلمة هي في الحقيقة ترجم لصاحبها الكلمة تترجم المتكلمة وفي البدء كانت كلمة في كل اللوجود كانت كلمة الله يعني أمر الله سبحانه وتعالى كن كلمة كن بين الكافي والنون إذن هذه الكلمة وقوتها وتأثيراتها نتناولها اليوم حتى يتبين لمستمعين ما مفهوم الكلمة وما معنى الكلمة وما تأثيراتها حتى أولا أننا نعرف قوة الكلمة حتى بطبيعة الحالة يعني نعطيها يعني اهتماماتنا ثم نتبين ربما يعني تأثيرات الكلمة السيئة على أنفسنا وعلى علاقاتنا الاجتماعية فلتتفضلي بداية بمفهوم الكلمة تفضل أستاذتنا والكلمة لكي شكرا سيلا زهرة قبل ما نبدأ في الموضوع نحب نقول مناسبة السنة جديدة 2020 إن شاء الله مبروك علينا سعيدة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تتحقق النواية متاعنا الأهدف متاعنا كل إنسان على وجه الأرض إن شاء الله يا ربي حقق كل نية كل هدف كل حاجة في قلبه هنا وقاعد يسعى لها إن شاء الله يا ربي إن شاء الله زادة سنة تتجلي إن شاء الله يا ربي زادة كيف كيف سنة 2020 نحاولوا بش نتكلموا كلمة إيجابية لأنفسنا دون كذلك عليش أحنا بش نحكيه على قوة الكلمة ثم مسألة أخرى أستاذتنا يعني وأنتي يعني أشارتي إلى أننا يعني نودع سنة ونستقبل سنة جديدة هذا ندل على شيء دل على أنه لابد أن يحضر لدينا يعني أو تحضر لدينا قيمة الزمن أكيد يعني لأنه كل يوم يعني يمر هو يوم يمر من أعمارنا ونحن مسؤولون على هذا الزمن ونحن كما نعلم جيدا تلك المقولة الزمن كالسيف يعني ذو حدين يعني إن لم تقطعه قطعك فلكن نحن الزمن ونتحرك من الفضاء الداخلي لهذا الزمن ونستغل فيه كل ثانية وهذا الاستغلال طبعا سيعود علينا إن شاء الله بالفائدة فسنة إن شاء الله يعني قادمة مكلة بالنجاح والتوفيق إن شاء الله إن شاء الله يا ربي حابيت نقول أنا سنة 2021 ماذا بينا نمتنولها بتحدياتها بسيئاتها بالمشاكل المتاحة بالمرض بالكل إنتي إمتن لسنة 2021 خطر إنتي كتت تخرج بالإمتن من سنة 2021 مش تكون سنة 2020 راهي مكلة بالنجاح وتزيد تمتن لها بالمسبق 2020 إن شاء الله بقضة رب بطبيعة الحالة إنكت يعني نفهم من هذه يعني إن نخرج من مما 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 بقوة اللي لاستقبل ما هو آتن بقوة نعم أكثر قوة نعم وراهي سنة 2020 حاب نقول لكم راهي سنة قوية جدا طاقيا إن خطر فما اثنين فتخوا معنى ستة رقم ستة طاقيا نراه وعنده قوة جبارة معنى كل حاجة أحنا تو بش نعملوها راهي مضاعفة معنى هي أنت كش تقول كلمة خير راهي تتضاعف لك أكثر وأكثر بش تقول كلمة سيئة راهي تتضاعف لك أكثر وأكثر دون كون حذر بماذا تشعر وبماذا تتكلم وبماذا تفكر وكل حاجة تخرج فيها من الجسد متاعك كن حذر في السنة هذي 2020 هو في الحقيقة أنه في الحقيقة أنه الإنسان يعني يكون حذرا فيما فيما يفكر فيما يقول في كل الأزمان والأوقات خاصة في السنة 2020 طاقتها قوية جدا طاقة أنثية طاقة فيها مضاعفات طاقة فيها مضاعفات يعني يتبين ذلك من خلال ماذا معنى هذه المضاعفات علم الطاقة اللي مهتم يمشي يقرأ علم الطاقة ويدخل ويفهم ويتوسع وطاو يفهم برشا حاجات معنى أنه هذه يعني السنة اللي قال هذه القادمة 22 يعني سنة 2020 راهي تقاء خاصة مش كما تقتل السنوات اللي السابقة إذا نستقبلها بماذا يعني بماذاي نستقبلها بالحب نستقبلها بالانتنا نستقبلها بالكلمات الطيبة نستقبلها بالكلمات الإيجابي لأنفسنا وغيرنا نستقبلها بالتسامح بالغفران بالعافو بكل حاجة جميلة جميل جدا علينا من الكلمات السيء أو فك علينا من الأخبار السيئة أبداوا بالأخبار الإيجابية الأخبار اللي أني YJه نمشتون عاشني الأخبار اللي أني نحب نجلبها بالحياتي خطر أحنا ديما نحكي وكنا علي ما نحبوش لكن أنا نش 보여드�بعنا هنا في Based 2020 عشين. احكي كان عن حاجة اللي تحبه. خاطر انت بش تجلبها. الحكة والحكة بش تجلبها. شكرا. هو حتى في ديننا وفي شريعتنا يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. فالكلمة الحسنة هي التي يعني تبني وهي التي يعني تؤلف بين الناس. والكلمة يعني الحسنة هي تسهم في التواصل يعني والانفتاح على الجميع. ثم انها هي في حد ذات هي تعود على صاحبها. هذه الكلمة. نعم تعود على صاحبها. واللوت. بالراحة والاطمئنة. نعم. نعم نتكلم الان على الكلمة الحسنة. الكلمة الحسنة. ثم ربما سنعود فيما بعد يعني الكلمة السيئة وسنعود اليها فيما بعد ونحذر منها. فما انا بش نقول الاية اللي قالها الله سبحانه وتعالى. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني تؤتي اكلها كل حينا باذن ربها. اين عمزي. فمسا يعني لمثل ربي سبحانه وتعالى يعني الكلمة هذه الكلمة الطيبة يعني كشجرة كشجرة طيبة. يعني يعني اشوف توا في الآية. وكان سمحني يعني ناقف معها شري. اي اي باتباع. ثم يعني يقولوا في في عملية التشبيه. ثم مشبه وثم مشبه بيه. ثم كيف التشبيه وثم وجه الشباه. اي وا. فوجه الشباه هنا النفع. اي. الشجرة يعني الطيبة تنفع بثمارها. اي. والكلمة الطيبة تنفع بثمارها. لماذا يعني الكلمة الطيبة لها ثمار ايضا. اي اي. فمتل نجني نجنيها. هذه الثمار التي نجنيها هي ثمار متنوعة. كما ان الشجرة انواع والثمار والشجرة ايضا انواع. اه انواع. اذا نركز على هذه يعني الكلمة الطيبة وما هي تأثيراتها الايجابية انا. بيك. انا تاوب شو نعارف بالكلمة. نعم. وركزوا معي بالجدي بالجدي كل كلمة راهي عندها قوتها. اذا مستمعين الله فاضل. استاذتنا تقول ركزوا معي تركيزا كليا لتستفيدوا مما تقول استاذ. تفضل استاذ. الكلمة لها قدرة على اختراق العقول والانفس. وبرمجة العالم من حولك. بالاضافة لبرمجة خلاياك وجيناتك مع التكرار. معناها انا كنقول كلمة را مش كنقولها كهورة. الكلمة اللي انا نقولها قاعدة انا نتبرمج في خلاياك وفي الجنيت المتاعي. في اللاديين المتاعي. والكلمة تكون محملة. بعنصر الصوت. عنا ترددات. لتصنع المخيلة المناسبة. بذهن من يسمعها. او بذهن الكون نفسه. الكونك الخاص بيك زيدا. هذه المخيلة ان طبعت صورتها في داخلك ستنعكس مباشرة في الواقع انتاعك. يعني الكلمة هي التي تبني المخيلة بناء سليما بناء لينا بناء لطيفا بناء قيما بناء ثري ثريا من خلاله نتحول الى بناء يعني اطار واقعي. هذا الواقع هو ايضا طيب. هذا الواقع هو حسن. هذا الواقع هو يعني كله يعني قد ملئ بالخيارات. كله قد ملئ بالتفائل. كله قد ملئ بالاطمئنان. بالراحة النفسية. وبالتالي نبني تلك العناصر التي يمكن ان نزود بها المجتمع. ومن هنا يبني المجتمع. مستمعيا لا فاضل نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا والعودة وأحمد مستمعي على فاضل مستمعي ذات الحياة في برنامجك والمفضل. هل تعلم مع موضوع هل تعلم وما للكلمة منتدية. استددنا الفاضلة ونحن نتكلم كيف أن الكلمة تبني ذات الداخلية ثم هذه الذات الداخلية التي تبني يعني واقع الفرض ثم من وراء ذلك هو واقع المجتمع يعني الكلمة الكيتة فلا. نعم. دونك شون شون حبيت نقول لك أنا تو. فإن كنت واعن بكل حرف تقوله. وبتأثير كلمتك وما نوع الصورة التي ستصنعها في داخلك. هنا ستحقق الفائدة القصوى من هذه القدرة. والكلمة تعرف شنو تسوي. تسوي فكرة. نعم. والفكرة يتم زرعها على هيئة بذرة في الأذهان. نعم. ومصير البذرة إن تم زرعها بالعمق المناسب أن تكبر وتتفرع وتعطي ثمارا من نفس نوع البذرة المزروع. نعم. فإن كنت تغذي نفسك بأفكار من مثل لا وجودة للمرض لا وجودة للفقر. وعالمك مليء بالصحة والوفرة. وبدأت تستخف بفكرة المرض والفقر. وتنزع خوفك منها. بمعرفة قوة كلمتك على برمجة عالمك الداخلي وخلاياك وجيناتك. إن شاء الله يا ربي قاعدين تفهموا فيه. خطر اللي نحكي فيه روب الحق مهم مهم على اللخر. لفترة معينة من الزمن. وأن عنصر الماء في داخلك. عليش أنا توحكيت على العنصر الماء. خطر الإنسان أكثريته الداخليني متكون أكثر من سبعين في المئة ماء. وهذا سبعين في المئة نعم. ايه. والا صحيتك. وأن عنصر الماء في داخلك يتشكل ويتم برمجته بشكل مستمر بما تقول وتفعل وتفكر به. فمن المستحيل 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 أن تمرض أو تصاب بالفقر. وهذا مع التجارب العلمية المثبتة والتي رفضها العلماء الأكاديميين. حتى لا تهتز وتنهار المنشآت القائمة على استنزافك من قوتك وأصل قدرتك. شكرا. شكرا يعني فيما تقولين وفيما ذهبت إليه لأن الذي ذهبت إليه هو ذاك الذي سيصنعه يعني إنسان يعني متكامل بين ما يقول نعم وأن ومتكامل بين ما يقول وبين ما يفعل بين من صحة يعني انصحت العبارة بين مكوناته الأربعة الفكر الوجدان والقول والعمل فيكون ذات تلك الذات المتكاملة المتوازنة التي يعني هي متفائلة متفائلة وفعلا أن الكلمة هي تعبر على ما في القلب يعني ما تكون يعني في الذات هو يعني سيلفظ به اللساء هي الثمرة معني أنت زرعتها شنو اللي بشتثمر نعم يعني في الحقيقة يعني الكلمة يسبقها تفكير أي ولذلك يعني من هنا نريد أن نقول فكر قبل أن تتكلم أي أي لأن تفكر قبل أن تتكلم تكون الكلمة ثرية وتكون الكلمة طيبة تعرف ماذا تقول وهنا يقول الشعر الأخطن ماذا يقول يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان وعلى الفؤاد دليله أي إذن كل الكلام هو في الفؤاد يعني هنا يعني الكلام يطبح هناك معنا في حالة بين القلب والفكر ولذلك نقول دائما فكر قبل أن تتكلم لأن ما دمت يعني الكلمة عندك قبل أن تنتق بها فأنت صاحبها تتحكم فيها أنت المسؤول أما إذا خرجت الكلمة أنا ذاك فمن يستمعك من يستمع إليك ويستمع كلماتك يمكن له أيضا أن يقول فيها يعني ما قلت أنت يقول فيه كلام آخر ويفهمه يعني بطريقه 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 تفضل فلنستطيع أي أحد التأثير عليك بكلمته عند حتى حد شيء يؤثر عليه وستعمل على استياد الفكرة قبل أن يتم زرعها بذهنك لأنك بدأت تعرف وتدرك قوة ما يخرج من فمك وما يخرج من أفواه البشر بنية التلاعب بك وبرمجة عالمك الخاص هنا الأستاذتنا الفاضلة ونحن نتكلم عن يعني كأني بالكلمة يعني تربط بينك يعني كداد وبين الواقع وبين الآخر يعني الواقع كواقعك يعني وبين الآخر وبين الآخر لما يقول الله سبحانه وتعالى وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلًا إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيلٌ لما تحضر هذه الآية هذه الآية تحضر لدينا ألا تبني فينا يعني مساحة أخرى إيجابية لأننا نعرف أنه كل كلمة يعني نقولها هي كلمة مسجلة علينا مكتوبة نعم مكتوبة مسجلة علينا وسنسألوا عنها وسنسألوا عنها في يوم قادم أكيد ألا يجعلون هذا يعني نفكر في أيضا نفكر كثيرا في الكلمة قبل أن ننتقى ثم الله سبحانه وتعالى في أي أخرى يقول وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمَعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ وَكُلُّهُ لَيْكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا يعني في نفس يعني في نفس الوقت وفي نفس الوقت أنك ترد بالك أنك ما تجسسش على الناس فهمت؟ لأنه التجسس هو في حد ذاته سيبني فيك يعني بناء سلبي ينتج عنه كلام فهمت؟ ينتج عنه غيبة، ينتج عنه نميمة، ينتج عنه بغض، ينتج عنه حقد، ينتج عنه حسد إذن نلاحظ كيف أن الآيات القرآنية وكيف أن النص الديني يحاول أن يبني هذه الذات الخليفة، هذه الذات المؤمنة، هذه الذات التي تعرف ماذا تقول، تعرف فيما تفكر عنك في هذا يعني الإطار، هذا يمكن أن نقول لمستمعين، وخاصة أن نركز على هذه العوامل، يعني عوامل قوة الكلمة، كيف أن أصنع؟ أنا نحب أن نقول راهي الكلمة هي طاقة، معناها أنت كيش تخرج الكلمة كل كلمة كما كنت نقول فيها ذبذبات، فيها ترددات، معناها أنت كيش تخرجها الكلمة هذي كالكون اللي هو مصخر لنا راهو هو، أنت تأمر بالكلمات متاعك، تأمر بالتفكير متاعك، معناها أنت كي قلت كلمة راهي ستعود إليك، أنا ديما نقول الكلمة سلاح ذو حدين، يا لطف عليك تقتلك، يا بالعكس تشفيك، خطر أنا الكلمة كيش نقولها، يا ترجع لي أنا بالنفع، يا ما ترجعش علي بالنفع، خطر الكلمة هذيك طاقتها عندها ذبذبات عالية جدا، ترجع لي كيما أنت بعثتها، ترجع هذه الكلمة التي تتحدثين عنها سيدتنا الفاضلة، يجب أن يكون صاحبها صادقا، وواعيا، خاصة إذا كان صادق، لا مش يكون واعي، أيضا هذه الكلمة يجب أن تكون مبنية على دليل وبرهان، لا يتكلم هكذا، لا بد أن يكون مبنية ثم أن هذه الكلمة يرجو من ورائها خير، لا يتكلم هكذا حتى تصبح ثرثرة، ثم أيضا لابد أن نحسن سياغة الكلمة، سياغة هذه الكلمة، أن تكون كلمة يعني هكذا يعني ربما عامة، ولا يعني لابد من حسن سياغتها، وأن تكون كلمة عالمة عالمة بمعنى فيها ما فيها من الدقة، وفيها ما فيها من البيان، وفيها ما فيها من المعاني، والدلالة والمقاصد، لأنه حتى نتجنب بذلك الثرثرة، وكثرة الكلام دي جاء أني فثرة، أنا كنا بدأ نقعد نحكي، وفي نبغتكوها، معنى كلمات هكاكة، معنى حتى معنى، دي جاء أنا استنزى في طاقتي، صحيح، نضيع في الوقت، معنى أنت، يا تقول كلمة طيبة، يا تصمت، يا عندك، صباح وسلم، قل خيرا، أو أصمت، أي معنى أنا كان عندي كلمة بش ننفع بها روحي ننفع بها غيري، نقولها، نعاون بها، ننفع بها، كان أنا بش الكلمة هذيك نعرفها أن هي بش تقلمني وبيش تقلم غيري، ما أقول هيش، وهي أصلا ننسي لازه راهي برمجة راي في الأخر بالكل راه، رو أنا بش نعود نولي نتكلم كلم إيجابي، ولا كلم بيهي، معنى هاي يعلي، راهي برمجة، معنى أنا نبرمج روحي، نقرر أني أنا سهية، نقرر ونختار ونطلق نيتي، أني أنا سهية، أنت توقفش، تولي تتكلم كل كلم إيجابي، مع نفسك سادة، وبعد بينسخ أنا أوتوماتيك موكان، أنا وليت نحكي مع نفسي إيجابي، ما عاش بش تقدر مني حتى كلمة سلبية، بها لا نحتاج هذا لا، لا نحتاج إلى الك كلمة طيبة هذي التي تتحدثين عنها، والتي تبني الذات، لا نحتاجها مع أبنائنا اليوم، مع زوجاتنا، وزوجات ما زوجات، اليوم هذا نحب نبس الواقع، نحب نشوف الواقع، أي واقع هو هذي كل واقع؟ يعني نحب نمشيه لهم أخي الناس اللي تتكلم، وأعني ما نعرفش أنا تشيطن في ولادها، وفمسوا، تشيطن في زوجاتها، تعرف علش، تعرف علش هم هذو ما يشيطنوا، تعرف علش يشيطنوا، علش يقولوا هم يخرجوا ما بأنفسهم معتها من كلام سلبي، خطر هو بيدو مش مش مصالح مع ذاته، هو بيدو يقول النفس في كلام سلبي، وهنا وهنا نقول يعني كله إناء بما فيه يرشحه، كله ينفقه مما عنده، ابني ذاتك حتى تنفق جليلا، فهمت ابني ذاتك حتى تملاها بالزيد، عبي 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 حتى تنفق عسلا، لا تنفق خلا، بظبط، مع أنت كون أنت مكتفي الساعة، خطر أنا ما نجمش فيقد الشيء اللي يعطيه، أنا ما نجمش نعطي الولاي دي كلام بيه، وحظن وحب، وأنا ناقص على الخط بهذا أي ما أنا نقول له، ما مش ندخج وفاصل ثم نقول، فلا تذهبوا بعيدا هل تعلم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عدنا والعود وأحمد مستمعين للأفاضل، وما أجمل الكلمات، وما أجمل المصطلحات، وما أجمل يعني إنسان يفكر ويقول له قوة التفكير، له قوة الكلمة، تلك الكلمة التي تجمع ولا تفرق، تلك الكلمة التي تدفع نحو الأفضل، تلك الكلمة التي تبني ذاتا وتبني أجيالا، تلك الكلمة التي تبني تواصلا، تلك الكلمة المختارة، تلك الكلمة الطيبة، تلك الكلمة التي هي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأعود إليك أستاذتنا الفاضلة لتواصلي في مجال قوة الكلمة تتفضل أحنا توكنا نحكيه على كيفاش أحنا بيتنا يزيبنا نقولوا كلم به لصغيراتنا للشريكة متاعنا كلكسوة المرأة تحكي لرجلها وقال للرجل يحكي لمرتو للعائلة متاعنا العائلة كلكسوة المصغرة ولا الكبيرة في خدمتنا لزملائنا للجيراننا معنا خطر أحنا لكل متصلين ببعضنا فمش نعايشين وحدنا معنا مش فرض أنا بش نحكي الآخر كيسوة قريبيت لا بعيد بش نحكيه لكلمات إيجابية ولا بش نكون أنا طاقتي معاه طاقبية أنا يلزمني أنا تكون أول حاجة علاقتي بنفسي كيباش تكون علاقتي بنفسي أنا فش قاد ought tox نحكي مع نفسي أنا قاعد أحكي مع نفسي كلام إيجابي ولا نحكي مع كلام سلدي كان أنا قررت وبرمجت روحني أنا وليت سعية بش نحكي كلام إيجابي اوتوماتيكمان صغاري يوالي يسمع يوالي كيليمcias ايجابي. رجلي بشي والي يسمع كان كلمة ايجابي. زملائي في العمل يسمعه كان كلمة ايجابي. عائلتي الكبيرة بشي نولي تسمع كان كلمة ايجابي. وليه بشي نولي انا الداعي متاحهم. حتى واحد بشي يقول كلمة سلبية. رد بالك راي تعود اليك الكلمة هذيك. عم نكون دخلوا الروحك. الانسان اول ما يبدى يبدى بنفسه الساعة. انت ما تطالبش. انا ما انتلي ما انتلي مانتي بشيحبوني وانطالب رجلي بشي حبني وأنا السيئة معاهم وانبدا كلماتي كلها سلبية وسيطأت لطفة يا ربي سامة. له ليه? ابدا بنفسي. انت تحب الانسان الاخر يكون معك بها. كون انت الساعة به مع نفسك. على خاطر احنا اوتوماتيك مو سبحان الله. انتي اللي في داخلك انتي راه هذك تخرجوا البرة. ولي بشي قابلك زد انعكاسك ما بداخلك. ده ان شنو يمكن استادتنا الفاضل لانه نقوله اليوم لي يعني ما يقعوا في البيوت يعني من يعني من قبل الازواج في علاقتهم بزوجاتهم من سب شتم عار. ما ترهو بيدو سبطها من داخل. والا العكس ويعني هذا ايضا ما نجد يتلفظ به الابناء في المؤسسة التعليمية وفي الشوارع. هو يخرج من داره ديجا يخرج من داره مسموم. الصغير توا خارج من داره من ام وابو ديجا يرفي المشحنات. يرفي الام تسب. البو يسب. يرفي الام على عصابها. البو على عصابه. ما عادش يقدوا مع بعضهم. ما عادش يحكيوا مع بعضهم. الرجل المرأة ما عادش يحكيوا مع بعضهم. خاطر نهار كامل هما ياخده. دونك الصغار قلي رو قاعدين اراه احنا صغرنا مرآتنا رهي صغرنا مرآتنا. ربي سبحانه وتعالى قال واجعلنا بينكم مودة ورحمة. هي نقصد المودة والرحمة هذية. اللي اذا كان ماشي موجودة ما بين الازواج اذا ما يسوي الزواج. اي 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 اذا كثروا المشاكل وكثر العرق وكثروا الطلاق وكثر اللطف يا ربي برشا حاجات والامراض. حتى الامراض كثرت. على خاطر الكلمة الطيبة معاتش موجودة. مفقودة. عليش على خاطر هو بيد الانسان كيكس والمرأة ولا الرجل مع انت الزوج والزوجة. هما بيدهم فاقدين لانفسهم الكلمة الطيبة. معناها نحب نقول لكم ارجعوا لذوادكم. ارجعوا لذوادكم. ماذا نقول ايضا الناس اللي عملوا في الليدرات والناس اللي عملوا في المؤسسات. ولي جي انك باشتغذي قضية واهدي كش عليك. ولي يقول لك ارجعوا ودول يقول كلمة مش باية. برض ما نقول للباعة ايضا الذين يعني يبيعون في يعني في هؤلاء الذين يعني الباعة الذين يبيعون ويشترون يعني في علاقاتهم في مع مع الناس كيف هي اليوم. وماذا نقول يعني ماذا نسمع في الشارع اليوم نعمل كلام بذيء. كل 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 اكثر من تسعين في المئة. اكثر من تسعين في المئة للأساب الشديد. اكثريتهم الكل هم عندهم كلام سلبي. على خاطرهم فيه ذواتهم من داخل نحب امانكم بالله يفهموها. رك انتي في قدشاء اللي يعطي كان انتي من داخلك مش كم ريجلة مع نفسك ومش كم تصالحة مع ذاتك ومش كم تصلة بذاتك ومش عند عمل علاقة اتصال اتصال ايجابي مع نفسك. رك مستحيل بش تكون عندك اتصال ايجابي مع الاخر. مستحيل. يا البلاتويت اللي في اللي تلافز واحد ايضا. هم الكل هم تعبين. فهم لعبة كل داعبة. ولا سب وعار وشا تم بينا. لكل هم تعبين. هما من داخل لكل هم تعبين. خاطر هو نهار كامل وهو سب في روح ومن داخل. بينسوخ انا سب في روحي ومن سبش غيري بينسوك شو سب غيري. لكن كاجيت انا متصالحة مع نفسي ونقول فينا مع نفسي كلام باي هند رك انتي رك محبوبة رك انتي باية رك انتي قوية رك نقول كلام ايجابي نفسي رك انتي قادرة. بينسوخ ذيك اول باز البازيك عندي انا بس. بعد انا كلينسان يبدأ بنفسه من بعده ووحده ووحده. انتي تبدأ بنفسه تصلح ما بينك. سايب كنت بيع. انتي الاك голا يكتون مع هبه. brandlu. اذا الا عوامل الرئيسية التي جعلت اليوم الكلمة تضعف من هذه العوامل التي جعلت اليوم الكلمة تضعف. اي 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 اي. ولا البرمجة 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 احنا متبرمجين على خاطر احنا بيدها امí ابونا تربيوا على نفس الشي على الصعوب على الخوف على قلة ثقة في النفس على اذيك كلها برمجة معنا انا مثلا جبتي كانت تعايت بينسيغ امي بيش تكون هكاكا بينسيغ امي بيش تعديلي خاطر احنا الكلها في الخلية يا را كل شي ما هو أيرطى و يدون وعي جينية نتاحة لشيء باستخدم خفيف و هذه الأحدى تريد تقوم بحياب العلاقات ناقفون길 باش نحسن من علاقتي مع نفسي. باش نولي نقول كلمة طيبة نفسي. باش انا نولي انا بيدي نولي نستقطب العبادة اللي تقولي الكلمة طيب را. خدر انا ما نطالبشي انا انا نبدأ كلماتي سلبية مع نفسي ومع غيري ونطالب الاخر باش يحكي معي بالجدار. ما نطالبوش. استاذتنا باش ان ثم آفة اليوم. آفة اليوم تقريبا معنتها استفحلت في كل مكانا واستفحلت في العلاقات. وفي تقريبا في كل المجالات. وهي آفة حرمها الاسلام. ويعرف ما لديها من تأثير اسهل سبيع. هذه الآفة ليست تلعب دورا كبيرا في ضعف الكلمة. هذه الآفة هي آفة الكذب. عفاك الله. بسم الله عليكم. ايه الكذب بطبيعة واحد يستور انت واحد يكذب. مش معناه يكذب. ما انت مش صادق مع نفسه. اخي انا مش صادقة مع نفسي شو كون صادقة معك. يلزم الصدق راه. صدق مع النفس اولا واخيرا. خاطر انتي اللي فيك ركبش تخرج وراه الخارج انعكس داخلنا. دونك انت كون صادق مع نفسك. دوت ولي صادق مع الآخر. اذا الكذب يضع في الكلمة. واشعلوها يعني الى فامتها. كم يقولوا فيها يعني احبال الكذب قصية. اه بطبيعة. نعم. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. اه. ايا اياكم والا الكذب. فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. اه. اه. يعني نتيجة الكذب. ها هو يعني عذاب جهنم. جهنم. فما بالك في الدنيا. فما بالك في الدنيا يعني ضيء الحقوق. ليه الكذب براه هو اخطاقة سلبية. اصلاً كده محتزة. فهمتك. كده اخطاقة سلبية. اي. باش نكون واضحية. يعني واحد يغطي على الضعف متاعه في عوض انه يتجاوز الضعف متاعه بانه يكون يعني صريح مع نفسه ومع الآخر. وصادق مع نفسه ومع الآخر. انه هذه يعني هذا ضعف يغطيه بالكذب. اذا يمكننا نقول لمستمعين يعني من عوامل ضعف الكلمة. هي يعني اتباع الهواء. اتباع الظن. واسبحانه وتعالى يقول يعني ينبهنا لهذا فيحذرنا من ان نتباع يعني الظن. الظن. يقول ربي سبحانه وتعالى. وان جاءكم فاسكم بنبه فتبين وان تصيبوا قوم بجهاله فتصبح على ما فعلتم نادمين. كما يمكن انه ربي سبحانه وتعالى يقول وما لهم به من الظن. وان الظن لا يغني من الحق شيء شيئا. ثم ايضا من عوامل ضعف الكلمة انتهاج نهج الكذب كما كنا نتحدث في الكلمة. ثم عدم اتباع صاحب الكلام اللين والحكمة. وقد عبر سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله فبما رحمة لنت لهم ولو كنت فضل غليظ القلب لن فضل من حولك ذن. الرحمة في الكلمة والكلمة الرحيمة والكلمة الرحمة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يقول إلا حكمة ولا ينتق ولا حقا. وبذلك كان لين الجانب معه الكبير والصغير ومعه حتى الكافر والمنافق. معه على بعضهم. نعم ولذلك كان يمثل القدوة الحسنة في مستوى سلوكي وفي مستوى كلمتي. والكلمة في النهاية هي سلوك هي سلوك ينبع منها من القلب. ثم الكلمة الضعيفة بطبيعة الحال هي التي تفتقر إلى دليل وتفتقر إلى مقصد وإلى ما إلى معنى يعني بعبارة أخرى الثر الثرثرة. أستاذتنا الفضل إن كانت ملاحظة في الأخير لأنه الوقت يعني وقت الحسنة انتهى إن كانت ملاحظة في الأخير. والله أنا الملاحظة في الأخير نقول قول كلمة طيبة حاول باش تبرمج روحك ودرب روحك باش تقود تقول كلمة به. معاش تقول حتى كلمة سلبية حتى كلمة سلبية. شكرا شكرا. إذن خي المستمع واختي المستمع يعني نقول من هذا يعني المكان من إذاة الحياة تفاهم إذا عادتكم المفضلة في برنامج هل تعلموا الموضوع هل تعلم ما الكلمة من تأثير. قول كان الكلمة طيبة وقلوا للناس حسنا. قل يعني خيرا أو أو أصمت ديما قبل فكر قبل أن تتكلم. إلى لقاء جديد متجدد مع شكر الجزيل لأستاذتنا الفاضلة أستاذتنا الفاضلة هندج هناوي حرام منصور اختصاص وعي وكذلك شكر موصول لأخينا أيمن ليجا مع تحيات الأستاذ لازهر بن علي لبريكي. إلى اللقاء. هل تعلم؟